أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حالة من الجدل في واشنطن والاستياء والمفاجأة في برلين داخل الولايات المتحدة تباينت تفسيرات المسؤولين للقرار المفاجئ والذي لم يصدر به بيان رسمي من البيت الأبيض حتى الآن فالبعض فصره بأنه ردة فعل غاضبة من ترامب تجاه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أحبطت خطته لاستضافة قمة يحضرها شخصيا زعماء مجموعة السبع هذا الشهر فيما فصر آخرون القرار بأنه نابعا من جهد بذلته القيادة العسكرية الأمريكية على مدار أشهر وخططت له منذ عام ولا علاقة له بالتوتر بين ترامب وميركل وإنما سببه استياء واشنطن من عدم وفاء برلين بهدف حلف شمال الأطلسي انفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع القرار أثار استياء برلين حيث اعتبرته هزة قوية لأركان العلاقة عبر الأطلسي أعتقد أن الجميع ينصحوننا الآن أن نبقى هادئين أعتقد أنه ليس لدينا طرف إضاعة الوقت لانتظار بيان رسمي من البيت الأبيض فيما يتعلق بتخفيض القوات في ألمانيا علينا أن نجمع الأوروبيين معا ونخرج بموقف مشترك هل نحن كبش فداء؟ هل نحن وسيلة لخطة كبيرة يخطط لها دونالد ترامب؟ لا أعرف يقول خبراء أمنيون أن عملية سحب قوات أمريكية من ألمانيا يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر عبر الأطلسي الذي لطالما غذاه ترامب بتشكيكه في قيمة حلف شمال الأطلسي وانتقاد الإنفاق الدفاعي لبعض الحلفاء